محمد يعني إذا سئل سؤالا فقال أو سمع من المشايخ بعض المعلومات فيقول هذا حلال هذا حرام فينقل للناس هذا الكلام طبعا سؤال الأخ المتصل أنه يكتب خلفكم خلف المشايخ ويبلغ دين الله عز وجل هو نفس المعنى تقريبا لكنه خصص في جماعة بعينها يخرج معها نجيب لهما شيخ الكريم عن السؤالين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن يسمع ويبلد وقال نظر الله مرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها أو كما وعاها فربا مبلغ أوعى من سمع فدعا لمن يسمع العلم لكن في مسألة نقل العلم أو نقل الفتوى فالعلماء قالوا لابد أن يكون ضابطا يعني يعرف مرام الكلام لأنه من الممكن أن يستمع لكلام لأهل العلم ويحمله هو على محمل غير المحمل الذي تكلم فيه يعني أهل العلم في ناس تنفي المثبت ويثبت المنفي هذا صحيح ويسمع ويعكس هذا صحيح كمسألة هل يجوز نقل الحديث بالمعنى أو ذكر الحديث بالمعنى مش أي أحد ينقل أيوة لما وضعوا ضوابط أن يكون عالما باللغة العربية عالما بالشريعة عالما بأصول الشرع قبل أن يذكر الحديث بالمعنى وإلا غير الكثير من المعنى فأنا أقول للأخ بالنسبة للأخ اللي بيكتب ده خير إنه يضبط بالكتابة فأضبط بالكتابة أو بالتسجيل بالسماع وما تسمعه تكتبه يكون هكذا قد ضبط وانقل ما ضبطه تخصيصه للخروج مع هؤلاء الإخوة يعني الذين ذكرهم بارك الله فيهم جميعا ويبلغ هل لا بد من يتعلم يخرج في هذا الإطار شيخ الكريم وأن المسألة نفسها فيها نظر نعم لا هو الإنسان يجب عليه أن يبلغ يبلغ عني ولو آية لكن هنا الآية لا يستدل أنه أي حد يبلغ آية يعني تسمع الآية تبلغها لكن تفسير الآية يحتاج إلى العالم هو مأمور أن يبلغ في أي مكان وفي تحت أي ظروف وفق ضوابة التبليغ فهو إذا يعني قام بنصيحة الإخوة وبنقل العلم الشرعي لهم فأراه أنه يعني إن شاء الله مأجور